اعزائي طلبة وطالبات اولى سنوي اهلا بكم في فرنش اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية احنا خلصنا مع بعض الوحدة الاولى ورجعنا عليها والنهاردة بقى هنبتدي ان شاء الله في الوحدة التانية عنوانها يعني مجموعة الفنانين او شلة الفنانين الناس اللي بيحبوا الفن وهنتعلم في الوحدة التانية خمس نقطة اول حاجة يعني هنعرف ازاي نوصف الاشياء وتاني حاجة هنتعلم ازاي نتكلم عن العمر وتاريخ الميلاد وتالت حاجة اكسبرمية ليجو التعبير عن الميول الحاجات اللي احنا بنحبها ورابع نقطة يعني معرفة الاعداد من خمسين لمية واخر نقطة هنتعلم صيغة النفي والبطل بتاع الوحدة اسمه أليكس أليكس بيقول انا اسمي أليكس وعندي خمستاشر سنة ونص كلمة دومي يعني نص بيحب ايه بقى أليكس أليكس بيحب بالرسم والموسيقى ومش بيحب الجغرافية ومش بيحب كمان القراءة يبقى هو مش بيحب الجغرافية ولا القراءة وزي ما احنا عرفنا قبل كده في الوحدة الاولى ان كل واحدة من وحدات المنهج بتبتدل اول بوثيقة افتتاحية الوثيقة دي بتكون عبارة عن محادسة وبعد كده تلات دروس النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هنخصصه لقراءة الوثيقة والتعرف على اهم المفردات بتاعتها والمحادسة دي بتتم بين اتنين أليكس بطل الوحدة وصادقته لغة والمكان اللي هي بتتم فيه داخل حجرة أليكس دونلا شومب ده أليكس لغة دخلت القوضة على أليكس وبتقول له مرحبا أليكس قال لها أهلا لغة لغة قالت له التعبير ده مهم جدا يعني ما هذا هو قاعد ماسك حاجات في ايدي وبيصنع حاجة وهو قاعد على المكتب فهي بتسأله بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده او ايه اللي انت مسكه ده قال لها سيتام بغسلي بريزيليا دي اسورة برزيليا لعيد ميلاد واحد صاحبي لغة قالت له وده اسمه ايه أليكس قال لها يوجو اسمه يوجو لغة قالت وعندو كم سنة أليكس قال لها كنزون لغة قالت له ايه سي كونسون انيفرسير وامتى يد ميلاده ده أليكس قال لها لو ديس اكتوبر عشرة اكتوبر لغة قالت له ايه اللي وهو عندو وسكتت وبصت على المكتب لغة اوبسيرف لبيرو ده يعني لورة بتتأمل المكتب بتاع أليكس عملا بتبص على كل حاجة فيه أليكس قال لها ممكن تناولين المؤس لو سمحتي لغة قالت اوه نموذج سفينة بتو يعني مركب أو سفينة وده مجسم محطوط على المكتب مجسم لمركب كده فهي أعجبت بيه قوي وقالت له ايه اللي انه رائع قالك سألها انا بعشاء النماذج لغة قالت له ايه موى وانا ليه بخاس ليه بريزيليا بحب الأساور البرازيلية يعني هي طمعنا في الإسورة اللي هو بيشتغل فيها ايه مونا نيفيرسير سي لو وعيد ميلادي يوم أليكس أطعها وقال لها ويه لو سي نوفمبر جو سي أيوة عارف يوم ستة نوفمبر طبعا هي بتقوله كده علشان هي عايزة يجب لها إسورة هي كمان في عيد ميلادها يلا بينا بقى نتعرف على أهم المفردات اللي جات في الوثيقة أسماء مذكرة نو مسكولا أنا ختيست أنا ختيست فنان أنار أنار فن أنا نيفيرسير أنا نيفيرسير عيد ميلاد أم باتو أم باتو مركب أم بخاس لي أم بخاس لي إسورة أم برو أم برو مكتب أم تيب دو كول أم بوبة سمغ اللاصق يعني أو الغرة أم تيب دو پانتور أم تيب دو پانتور أم بوبة ألوان رسم أو طلاء أم فتر أم فتر ألم صبورة أم لكتور أم بيت روى أم لكتور أم بيت روى يعني مشاغل موسيقى أم كادو أم كادو هدية أم ديسان أم ديسان رسم بالأقلام الخشبية أم غو أم غو ميول أو رغبة أم جو أم جو لعبة أم نوب جي أم نوب جي شيء أم سيدي أم سيدي أستوانا مدمغة أم أغدينتور أم أغدينتور كومبيوتر لزادو لزادو مراهقين ديسيزو ديسيزو مؤس ديكريون 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 أقلام ألوان دي كلها أسماء مزقرة الأسماء المؤنسة نو فمنا إِن بال إِن بال كورة صغيرة إِن شيز إِن شيز كورسي إِن شامب إِن شامب حقرة إِن دات إِن دات تاريخ إِن غاكت إِن غاكت مدرب إِن كونسول دي جو إِن كونسول دي جو ألعاب فيديو المقصود بيها البلايستيشن يعني إِن غيطار إِن غيطار الغيطار إِن كاسكت إِن كاسكت الكاب أو الكاسكت إِن ماكت إِن ماكت نموذج مجسم إِن پاسيون إِن پاسيون هواية أو شغف إِن پانتور إِن پانتور رسم بالفرشة يعني التلوين يعني لاجيوغرافي لاجيوغرافي الجوغرافيا لالكتور لالكتور القراءة الأفعال بقى اللي موجودة معنا في الوثيقة زي أدوغي أدوغي يعشق إيمي إيمي يحب ديتستي ديتستي يكره آغيفي آغيفي يصل أفغير آغفر آغ يقدم لي أنتري أنتري يدخل إكسبريمي إكسبريمي يعبر عن فير فير يعمل أو يفعل باسي باسي يمرر أو يناول رونجي رونجي يرتب ستخوبي ستخوبي يوغد أدمير وفي كمان صفات وظروف وحروف قراء تعبيرات ادجكتف ادرب preposition زي مثلا مرتب أو منظم برزيليا برزيلي سي كون هزا متى سوپير رائع من فضلك ماذا يفعل تعبير يدول على الاستحسان كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة واتمنى ان هو يكون عجبكم وان شاء الله نتقابل تاني قريب قوي مع الدرس الاول في الوحدة التانية شكرا جزيلي بحارب آل يعيني يأرجو سعيد جدا إنشارت لمنقدوره شكرا